أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع الشاركة الاستثمارية الجديد بين الدولة والقطاع الخاص والمتمثل بمشروع ساوثماد يرتبط ارتباطا وثيقا بخلق المزيد من فرص العمل والسكن للشباب كما أشار مدبولي إلى أن هذا المشروع يضيف زخما لرؤية الدولة وثقتها في المستثمرين المحليين بنتوقع أن هذا المشروع جنبا إلى جنب مع رأس الحكمة جنبا إلى جنب مع اللي يتعامل في العالمين حيبقى إن شاء الله بنتكلم على ملايين من السياحة الأجنبية اللي حيبقوا موجودين على مدار مصر الأهم أن كل ده مرتبط بخلق فرص عمل وإحنا بنتكلم عشان فرص العمل هي بتبقى الحاجة الوحيدة أو الأهم اللي هي بتجذب شبابنا أن يبدأ ييجي ويسكن في هذه المنطقة فمن خلال استطان واستكمال هذه المشروعات اللي حتمتد لسنوات حيبقى فيه فرص عمل على طول موجودة مباشرة أو غير مباشرة وبالتالي هتبدأ تجذب شبابنا أن هم يبقوا موجودين مع المشروعات السكنية اللي الدولة بتنفذها سواء في مدينة العالمين ولكل المستويات أو بعض المدن الأخرى حيبقى فيه فرص للسكنة والتعلم والخدمات الصحية وكل الخدمات لشبابنا أن هم يسكنوا ويشتغلوا في هذه المشروعات الكبيرة اللي حضركم شفتوها النهاردة فالحقيقة هذا المشروع بحجم الاستثمارات والمكاسب المتوقعة بيضيف لي إن شاء الله الرؤية المتكملة للدولة حطاها للسحل الشمالي الغربي حضركم سمعتوا الأرقام والنهاردة إحنا بندير سالة زي ما كان راسل حكمة الحقيقة مشروع مع شريك من شركائنا الاستراتيجيين طبعا أشققنا في دولة الإمارات وبالتالي اعتبر استثمار أجنبي مباشر النهاردة الدولة أيضا بتعلن على ثقاتها الشديدة في المستثمرين المحليين واقطع الاستثمار المحلي